عايز أقول لك بقى على حاجة لا لا عايز أقول لك أنا على حاجة أنا أول مرة بشوفه بحطة غير التمثيل أيو ده طيب قوي جدا وجزيب قوي لأ عندك جذبية قوي لأنه أنا شفتك بأفلام دعوة أمي دعيالك إيه؟ روح إليها يحبب في الخلق والله يبيحبب في الخلق وكل منحب وصف بس أنا بقول لها ليه أما خلق كلهم ما يحبب فيك إليسة وخلاص طيب أنا حبيت أقول خلاص إليس خلاص بس حب لا لا لسه أسكت بس حب هتحبك أكتر لما جاي تقول عليه الله هتحبك أكتر لما تعرف أنها تعيش مع شايماء شايماء مين المداب أنت متجوز وعمل لي حبيب أنا عايز أكلمك سألتها وش قالت في الأول أول لما قلت لها يعني قبالي الجواز الثاني طبعاً راحت عاملة فضيحة طبعاً بس أول ما قلت لها إليسة وفقت على طول النبي آه بس بشرطة تعيش معنا يعني برضو مع الأولاد بقى مع كله إيه اللي ستة الطيبة إنتي محبوبة إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده أنا عايز أكلمك على الموضوع الزوجة التانية ده إيه موضوع يعني رأيك في الزوجة التانية بالدين الإسلامي ده حاجة محللة ما بقتش يعني بالجيل الجديد ما بقى حدا يعملها حيق قليل حيق إلا طبعاً فيه استثناءات يعني لو الست اللي متجوزها ما فيش ولاد ما فيش عيال أنا مع أنه يتجوز يعني يعني يخلف يعني طبعاً بس ما يسيبهاش يعني طبعاً طب لو موافقة زي شايماء والله هي عقلها كبير موافقة عليك عقلها كبير لأنه أوقات يعني أوقات الستات بينجبروا يقولوا أوكي عشان مش عايزين يتطلقوا طب لو حبيتي تردي بأمانة لو حبيتي فعلاً تردي تبقى زوجة تانية لا أنت قوية جداً مش قوية ليه كده؟ أنا بنبيقت يعني أنا ما عنديش في الثقافة بتاعتي زوجة تانية وقلبك يا حبيبتي يا فريدي مش عاركت هزا احنا مش بنختار اللي احنا نحب قلب أوقات أوقات بدك تدعس عقلبك آمانة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر